هذا وأكد رئيس السيسي على ضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لرفع قدرات دول المنطقة في التصدي للأزمات العالمية الكبرى والناشئة وأشار رئيس السيسي إلى أن هذه الأمور من شأنها احتواء تبعات الأزمات وتعافي من أسارها وزيادة الاستثمارات بما يسهم في توطين الصناعات المختلفة ونقل التكنولوجيا والمعرفة ووفرة السلع خامساً يرتبط هذا المحور بدرورة تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لرفع قدرات دول المنطقة في التصدي للأزمات العالمية الكبرى والناشئة وقضايا نقص إمدادات الغزاء والاضطرابات في أسواق الطاقة والأمن المائي وتغير المناخ بهدف احتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات وما يسهم في توطين الصناعات المختلفة ونقل التكنولوجيا والمعرفة ووفرة السلع وفي هذا السياق تدعم مصر كل جهد من شأنه تطوير التعاون وتنويع الشركات لمواجهة أزمتي الغزاء والطاقة الرهنتين مع التأكيد على أن التعامل مع آزمة الغزاء يتطلب مراعاة أبعادها المتعددة على المدين القصير والبعيد لوضع آليات فعالة للاستجابة السريعة لاحتياجات الدول المتضررة من خلال حزم عاجلة للدعم فضلا عن تطوير آليات الإنتاج الزراعي المستدام وتخزين الحب وخفض الفاقد وذلك بالتعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية وهو الأمر نفسه الذي ينسحب على التعامل مع آزمة الطاقة التي تتطلب من جاربنا تعاونا فعالا لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية ولعل ما حققه منتدى غير الشرق المتوسط من نجاحات في السنوات الماضية ومسل ترجمة عملية لإرادتنا السياسية في التعاون مع شركائنا وتجسيدا لأحد أبرز الإسهامات في كيفية إدارة السنوات والتوظيف الأمثل للموارد الحالية والمستقبلية صونا لمصادر الطاقة أما فيما يتعلق بالأمن المائي فمن الأهمية تجديد الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية بما يتوح لجميع الشعوب الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية بشكل عادل وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلول دون السماح لدول منابع الأنهار التي تمثل شرين الحياة للشعوب كلها بالافتئات على حقوق دول المصاب